أهل الرحمن الرحيم عزيزاتي وطالبات الصف الثاني ومتوسط مرحبا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية محاضرتنا لهذا اليوم محاضرة العلوم وهي المحاضرة السادسة وبعنوان قوانين الحركة أن حركة الإسام وسكونها تخضع لقوانين ثلاثة تسمى قوانين نيوتن في الحركة وهي كما يعني القانون الأول القانون الأول في الحركة لنيوتن يسمى قانون الاستمرارية ونصه كالآتي الجسم الساكن يبقى ساكنا والمتحرك يبقى متحرك بالنفس السرعة والاتجاه ما لم تؤثر فيه قوة أو محصلة قوة خارجية تغير من حالته الحركية من هذه الكلمات أو هذا القانون نستنتج الأمور التالية أولا الجسم الساكن والجسم المتحرك بسرعة منتظمة جسم متزن اثنين الجسم المتزن تكون محصلة القوى المؤثرة فيه تساوي صفر ثالثا الجسم الساكن والمتحرك بسرعة منتظمة تعجيله الخط يساوي صفر ومن أهم الأمثلة الواقعية في حياتنا اليومية على هذا القانون الكتاب الموضوع على منطده يبقى ساكنا إلا إذا دفعته بقوة يعود لحالته من السكون عند حركة السيارة الراقب يرجع بنفسه للخلف حفاظا على استمرارية سكون ملاحظ الأجسام في الحالتين تحاول الاحتفاظ بسرعة ثابتة في المقدار والاتجاه وذلك لأن لو امتلك الجسم خاصية الاستمرارية أو القصور الذاتي ومعنى القصور الذاتي هو ميل الجسم إلى مقاومة أي تغير في حالته الحركية والسؤال الذي يأتي ما المقصود بالقصور الذاتي وعلى ماذا يعتمد يعتمد القصور الذاتي على كل من كتلة الجسم التي هي مقياس قصور الذاتي لذلك فإن إيقاف دراجة هوائية أسهل من إيقاف سيارة تسير بسرعة نفسها لأن القصور الذاتي للسيارة والمنضدة أكبر بسبب كبر كتلتها مقارنة بكتلة الكرسي وكتلة الدراجة القانون الثاني لنيوتين ينص على تعجيل الجسم يتناسب تناسبا طرديا مع المقوة المؤثرة بسبوط الكتلة وعكسيا مع الكتلة بسبوط القوة أهم الاستنتاجات من هذا القانون أولا الجسم غير متزن لأن محصلة القوى لا تساوي صفر اثنين الجسم غير المتزن تتغير سرعته لذلك يمتلك تعجيل خطيا هذا القانون يدرس العلاقة بين تعجيل الجسم ومحصلة القوى المؤثرة فيه ويمكن صياغة هذا القانون ب علاقة رياضية وتلعاتي القوة تساوي الكتلة في التعجيل F force تساوي mass cross acceleration F تساوي M في A F هو مقدار القوة تقاس بوحدة نيوتن M كتلة الجسم وتقاس بالكيلو جرام A تعجيل الجسم في قاس بالمتر على الثانية تربيع مثال ما مقدار القوة اللازمة لتحريك صندوق كتلتي هي 20 كيلو جرام بتعجيل خط مقدار أو 2 متر على الثانية تربيع F يساوي M في A 50 كيلو جرام في 2 متر على الثانية تربيع 100 كيلو جرام دوت متر على الثانية تربيع يساوي 100 نيوتن ثالث 2 أثرت قوة مقدارها 60 نيوتن على جسيم كتلته 2000 غرام مع مقدار التعجيل الذي اكتسبه الجسيم من جراء تأثير القوة نحول نحول أولا الغرام إلى الكيلو غرام 2000 غرام يساوي 2000 على ألف ويساوي 2 كيلو غرام أي تساوي F على M 60 نيوتن على 2 كيلو غرام ويساوي 30 متر على الثانية تربيع مثال 3 مع مقدار كتلة الجسم أثرت فيه قوة مقدار 4000 نيوتن فاكسبته تعجيلا منتظما مقدار 4 متر على ثانية تربيع F يساوي M في A الـ M تساوي F على A وبالاختصار يطع 1000 كيلو غرام ملاحظة تمتلك السوائل الموضوع فينا قصورا ذاتيا ما لم تؤثر فيها قوة تغير من حالة الحركية حيث تؤثر على جذران الإناء وعلى قاعدته الداخلية بقوة عند تغير هذه القوة بمؤثرات خارجية سوف تتغير من سلوك السوال شكرا لكم ولإصغائكم وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة